صباح الخير ايها الشباب العظيم ممكن تكونوا متذكرين ان احنا في المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن اول حاجة نظام المعلومات التسويقية تاني حاجة نظام المعلومات الخاصة بالتصنيع والانتاج وكلمنا كمان عن الHR اللي هو نظام المعلومات الخاصة بالموارد البشرية واخيرا نتكلمنا عن Financial Information System وهو الخاص بنظام المعلومات التمويدي كمان يكلمنا عن تدريب المتعلق بالإنفنتوري اللي هي مستويات المخزون هناخد بالنسبة ما زلنا في القسم الأول هناخد برضو تدريب آخر التدريب كما يلي نحن نفترض ان المبيعات البدائل بتاعتها ممكن تبقى 100 ممكن تبقى 120 ممكن تبقى 140 وكمان ممكن تبقى 160 الكوست عندنا Expense ce زي material cost labor cost وعندنا overhead cost material cost اللي هي تكلفة المواد labor cost اللي هي تكلفة العمالة overhead cost لها التكلفة العامة. هنا لما قلت بروداكشن كوست معناها مجموع الثلاثة اللي موجودين قبل كده. الماتيريال كوست مية لو عند مستوى المبيعات مية عند المستوى مية وعشرين هتبقى كام تمانية واربعين. عند المستوى مية واربعين هتكون ستة وخمسين. عند المستوى مية وستين هتكون اتنين وستين. وسواء المعلومات الخاصة بالمبيعات اللي هي السيلز او الماتيريال او الليبر او الاوبرهيد كلها جيفن انز اكسرسايز بتبقى معطاة في التدريب. الليبر كوست عندنا ففتين برضو لو عند البديل مية مية وعشرين هتبقى تمنتاشر. مية واربعين هكون تونت وين. عند لو cup你是 aggressively. إلى على سبيل المعلومات السابقة. و عندي كوسته مية واربعين nationalism 216. إلى على السبيل المعلومات ، لديهم清ון كون جيفن في الاكسرسايز في البروداكشن كوست كل دول يعتبروا بروداكشن كوست فان هجمع رأس هقول مثلا 40 بلاس 15 بلاس 8 equals 36 14 8 plus 18 plus 9 equal 75 أد ليفل 140 يبقى هكون الماتيريال 65 labor 21 overhead cost 10 والإجمال هكون 87 نفس الشيء بالنسبة عند مستوى المبيعات 160 يبقى هنا 62 plus 24 plus 11 equals 97 يعني كل اللي انت عملته لللاحظة ده هيت ان انت يوهف اي اجريجيتد كوست اد ايتش ليفل يعني جمعت ربعية 15 و 8 وهكذا وانت ماجي برضو الباني اللي جايد ده كون جيفن انزا اكسرسايز اران دي كوست اللي هي ريسيرش اند ديفولوبمنت اللي عبر عن تكاليف البحوث والتطوير وعندنا انجينيرين كوست وعندنا ماركتنج اند سيلز كوست وعندنا كوست وده كله بنسميه اي نان بروتاكشن كوست اران دي لتكاليف البحوث والتطوير 5 5 5 5 5 انجينيرين كوست لتكاليف الهندسيه وان 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 فكست يبعا هنا عندنا بوس اران دي وانجينيرين كوست ماركتنج اند سيلز كوست لتكاليف التسويق و المبيعات فيفتين عندي مية وشرين باكن ساستين اتوات هاندرد عندي فورتي اقوالز عيتين اند فاينالي تونتي ادي مستراشن كوست التكاليف الادارية تين 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 يبقى كل الى الانفورميشن اور داتا جيفن كل الداتا د هيت من عند الار ان دي والأدمينيستراتيشن كوست زي آر جيفن كل اللي تعملوها الجمع اللي هي بها الجمع عشان توصل لإيه للننبرودكشن كوست يبقى عندنا 5 بلاس 1 بلاس 15 بلاس 10 إيقوالس 31 the same with the second level 5 بلاس 1 بلاس 16 بلاس 10 إيقوالس 32 أيضا 5 بلاس 1 بلاس 18 بلاس 10 إيقوالس 34 وعندنا في النهاية 5 بلاس 1 بلاس 20 بلاس 10 إيقوالس 36 يبقى كل اللي انت عملتو you have calculated or aggregated production cost and non-production cost a part of those two items all data are given يعني باستثناء production cost والننبرودكشن كوست البيانات التانية بيكون موجودة في رأس المسألة يبقى يبقى total cost عبارة عن إيه هنجمع production cost plus non-production cost يعني إيه يعني إيه يبقى عندنا هنا 63 plus 31 equals 24 75 plus 32 equals 107 87 87 plus 34 equals 121 97 plus 36 equals 133 133 profit and losses إحنا عندنا السيلز كام 100 والتوتال كوست عندنا كام 94 يبقى أول إيه هنطرح 94 from 100 equals 100 minus 94 equals 6 120 minus 107 equals 13 140 minus 121 equals 90 160 minus 133 equals 27 دي أنا بعمل يبقى أنا عملت الوقتي صوفار اللي أنا عملته من عندي جمعت الـ production cost جمعت الـ non-production cost حسبت التوتال cost وحسبت الـ profit losses as figures كأرقام موجودة قدامي يبقى المفروض نخلوهم في شكل percentage profit sales ratio لما معدل الأرباح للمبيعات ففي الحالة دي بقول اي الربح عندنا كام 6 ما هو معدل الأرباح الربح في الحالة الأولى كام 6 أن أن بقول profit sales والمبيعات كام 100 فاقول 6 divided by 100 times 100 100 حينبو لـ 120 ٤٠٠٠٠٠٨ أقوم بتحديد حينبو لـ 140 حينبو لـ 19 بلـ 13.6 المال يتقون أن 117 يتقون أنوخ بشكل أكبر زماني 1000 تقون 16% وعلى المناسبة الم小، سيبها أكبر أكبر أن تقامي بشكل أكبر لأن الرقم الوحيد من الوحيد من الوحيد من الوحيد هو 60. مازالنا بنكمل موضوع الكمبيوتر أبليكيشن إن بيزينيس لايف اللي عبارة عن تطبيقات الحاسب في مجال الأعمال كمان هنقول كمبيوتر أبليكيشن في الريال تايم سيستم كما تحضرون موضوع الكمبيوتر أبليكيشن التي تحضر بيئة مبنية بالكامل على الريال تايم معناها تعتبر الحاسبات الآلية فعالة في أنظمة الزمن الحقيقي لأنها توفر بيئة مبنية بالكامل على الوقت الحقيقي لأي حدث لو خدنا عبارة من العبارات بتقول الكمبيوتر is ineffective in real time system الكمبيوتر مش فعال في مجال في نظام الوقت أو الزمن الحقيقي طبعا لسا عرينا قدامنا هي الموضوع الثاني بنسميه الموضوع الثاني بنسميه أنواع مختلفة من الحاسبات الآلية ممكن السؤال اليه لك يقولك اكتب مقالة عن أي واحدة من الأنواع الآتية من الحاسبات الآلية كومان طايبز اوف كومبيوترز معناها الأنواع الشائعة من الحاسبات الآلية عندنا حاجة بنسمى work stations أبارة عن بي سي كومبيوتر وهو الأكثر شيوعا the most common type بنسميه ورش العمل اللي هو الحاسب الشخصي الأكثر شيوعا واستخداما في العالم كله server it is about large storage capacity dedicated to one job الخوادر معناها ايه حواسب زادة طاقة تخزينية كبيرة وتكون مخصصة لوصيفة محددة يعني الانتاج لها السيرفرز بتاعها البروداكشن الماركيتنج الاكاونتنج الفاينانس كل واحدة من دولة بيبقالها السيرفر الخاص بيها مني كومبيوتر مني كومبيوتر هو حاسب قوي يمكن أن يعمل من خلاله ما يقرب من 100 يوزر أو مستخدم خلاله ما يقرب من خلال الأفرز بين 100 إلى 1.000 مستخدمين عندنا كمان سوبر كومبيوتر يستخدم فين في التحليل العلمي فقط يبقى سوبر كومبيوتر هو حاسف فائخ السرعة بواهس التكلفة بواهس التكلفة بواهس التكلفة يستخدم في الأغراض العلمية مثل تحليل المناخ والفلك المزايا والعيوب الخاصة بالحاسبات الآلية في عصر تكنولوجيا الشيخ المزايا الحاسب في عصر تكنولوجيا المعلومات أول ميزة عندنا بسمها جولباليزيشن كلنا نبوصل للعالم على أنه قرية واحدة أي حدث بيحصل في أي مكان في الدنيا بيحصل وبوصل لكل الدنيا الدنيا أخباره بروتزا وورلت كلوثر توجد العلماء ساهم الحاسب في جعل العالم أقرب من بعضه البعض نمبر تو كميونيكيشن كميونيكيشن معنى الاتصالات كميونيكيشن هز أولسو بيكم تشيبر كويكر and more efficient الاتصالات يبقى ساعد الحاسب الآلي في جعل الاتصالات أرخص تشيبر أسرع كويكر الأعمال يكون أجود وأسرع في الأداء أدفانتجز كومبيوتر الثقافية بين الدول إزاي لأن الحاسب مزيد من الوقت يوفر وقت لأن الحاسب الآلي ساعد في إمكانية عمل المؤسسات طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع كريشن كريشن في الحاسب الآلي ساعد برضو في خلق كثير من الوظائف زي كومبيوتر كومبيوتر برجرامرز المبرمجين وسيستم أنالايزر اللي هم الناس محللي البرامج يعني معناها أن الحاسب الآلي ساعد على خلق وظيف جديدة مثل المبرمجين ومحللي النظم طالما كلمنا على الأدفانتجز اللي هي المزايا كل حاجة في الدنيا لها its own advantages and disadvantages therefore it is the time to discuss the disadvantages of كومبيوتر in the era of information technology عيوب الحاسب في عصر تكنولوجيا المعلومات number one unemployment اللي هي البطالة بالتأكيد لما أي كومبيوتر بيدخل أي مجال عمل بيستغنوا عن مجموعة من الوظائف عشان كده يلفائد mini resistance to the introduction to the introduction to the computer in computer in business especially in early days واضح ليه الكلام دهوت على فكرة في بداية إدخال الحاسبات الألية للعمل حصلت ردود فعل شديدة جدا تجاه هذا الموضوع خوفا من إدخال الكمبيوتر ممكن يؤدي إلى بطالة والاستغناء عن مجموعة من العاملين لك أوف برايفيسي برايفيسي معناها سرية وخصوصية ما معناها فقدان الخصوصية والسرية كلنا بنسمع عن الهاكرز وخلافه حتى شركات نفسها كبيرة بتتجسس على بعضها البعض من خلال تكنولوجيا المعلومات تحديد من خلال المعلومات تحديد محاولة المعلومات تحديد محاولة من خلال الحاسب يؤدي إلى العديد من الوظائف حيمنة بعض الثقافات على الأخرى نخذ مثال يعني بالنسبة اللغة الإنجليزية مثال أصبحت يعني حتى دخلت في اللغات المحلية فلما احنا بنتعلم كل الناس بتكلم إنجليز في الوقت أو على الأقل كلمات منه معناها احنا بتخذنا الثقافة الخاصة بمين بهذا المجتمع بشكل أو بالنسبة نماز بالنسبة حتى من خلال أخضر مقام بإمكان نحن عن مستخدم لحظة كمبيوتر مقام كمبيوتر مقام شابتر مقام الأفضل يمكنك التكلم على الحاسب الآلي كحاسب الآلي احنا هنا هنتكلم على اللي هي تطبيقات الحاسب الآلي زمين ابليكيشن ان مايكروسوفت اوفيس انتكلم على الموضوعات الآتية الموضوعات الآتية في ميكروسوفت اوفيس كي فتورة ميكروسوفت وارد الموضوعات الآتية في ميكروسوفت وارد الموضوعات الآتية بين الموضوعات الآتية والموضوعات الآتية في ميكروسوفت سوف نتحدث كل واحد منهم مختلفة الآن سوف نشرح كل واحدة منهم الآن ممكن يجي لك سؤال يقول لك رايد بردو اشورت اساي اباوت ايتش اوف زفولونج اكتب رسالة قصيرة عن ما يلي زمين ابليكيشنز دي نمبر وان ان مايكروسوفت معناها تطبيقات مايكروسوفت المكتبية هي عبارة عن سلسلة من البرامج اللي بيتم تطويرها من خلال شركة مايكروسوفت للاستفادة من قدرة الحاسب في مجال العمل المكتبي معناها ايه؟ معناها الحاسب الآلي موجود بس هنا مايكروسوفت عملت عملية تكييف للحاسبات الآلية بشكل فائق للعادة حتى يمكن استخدامه في العمل المكتبي نمبر تو بسهولة نقل البيانات من تطبيق لاخر معناها ايه؟ easy to transfer transfer معناها نقل او تحويل البيانات from one application من تطبيق الى تطبيق by learning how to use one you will start to learn the rest ويمكنك من خلال تعلم احد هذه البرامج يصبح من السهل عليك تعلم باقي البرامج لينها بيستخدمه التفكير المنطقي يعني انت تعلم حاجة تاخد منها حاجة تانية الحاجة التانية تتوصلك لحاجة تالتا و...ت?...تبع أن تكون كمستثرة في تعمل التفكير الأسنية أو التفكير الأسنية. ميكروسوفت وورد اللي يلوورد ميكروسوفت للمشتفص معنى هل نقول مس وورد معنىه موالج النصوص يستخدم فيه كتابة الخطابات التقارير المقالة موالج النصوص نقوم بخصوص نقوم بخصوص نقوم بخصوص نقوم بخصوص مكروسوفت مكروسوفت نتحدث عن تطبيقات مكروسوفت في المجال المكتبي MS Outlook يستخدم لعمل إرسال واستلام البريد الإلكتروني يستخدم المكروسوفت مايكروسوفت ملوط كما نستخدم مكروسوفت يستخدمي مكروسوفت ممتع جاءً ويستخدم لعمل صفحات الإنترنت. سأتكلم عن الكي فيتشارت ميكروسوفت وورد. بعض الخصائص الأساسية لبرامج معالجة النصوص، سيتم عرضه كما يلي creating and editing documents creating معنى خلق أو عمل المستندات ليدوكومنت and editing them وتعدلها ومراجعتها وخلاف يبقى نبتعمل creating خلق ومراجعة documents مستندات أو الملفات changing the size of the margins بسيطة يمكن تغير حجم الهوامش لكل صفحة من الصفحات خاصة بالنسبة لدينا مجموعة من شورة cuts اللي هي الاختصارات الخاصة بالكمبيوتر يعني لما اتكلم هنا open new document بتعمل ايه control in فتح ملف جديد opening existing document control o اللي هي open يعني والin standards for new يبقى control o معنى ايه فتح ملف موجود open save document control s حفظ حفظ التعدلات اللي انت عملتها والعمل اللي انت عملته على اي مستند من المستندات print documents control p طبق الملفات وده هي p معنى print زي ال s معنى save وال o معنى open وال n معنى ايه copy control c اخذي نسخة بتدوس على control c معنى ايه ان انت بتاخد نسخة copy بتبعها بتنسخها يعني control x معنى قص او قطع control x عندنا paste control v انت هنا اما اخذت عملت copy او عملت cut لابد يبقى لها ايه paste in whatever place you want بتاضع الجوز في الجوز اللي انت عطعته بتاضع الجوز اللي انت قطعته في الجوز المحدد له انما لما اقول undo معنى control z يعني انت عملته سواء كان اخذ او قطع او وضع بيرجع لمكانه الطبيعي وضع معنى لك كما استخدام علمو favourite worm وحسن وحسن او وحسن قطع على with öz cad and won other other computer application. Computer aided design. التي سمناها CAAided Design. uses computer graphics for product design. The designer can modify an existing design for or create a new one هنا بنتكلم على التصميم اللي بيساعده أو باستخدام الحاسب الآلي باستخدام رسم الرسومات الخاصة اللي هي Graphics بتصميم المنتجات اللي هي Product Design والتي يستخدمها المصمم في تعديل أو إنشاء تصميم جديد يعني إذا كان The designer can modify يعني تعديل existing design أو create a new one بعمل تعديل للتصميم الحالي أو بيخلق ديزاين جديد كمبيوتر ايدد منوفاكتشرينج معناها C-A-M أسيستموفيوزين كمبيوتر تيكنولوجي تو أسيست المانوفاكتشرينج بروسيس التصنيب ومساعدة الحاسب ده نظام بيجعل الحاسب يقوم بالصنع بدلا من البشر وده بيؤدي إلى عدم الأمان الوظيفي يبقى سيستم النظام اللي قدامنا ده بيستخدم تكنولوجيا الحاسبات الآلية للمساعدة في الصنع عمليات الصنع بالتأكيد أكون تستخدم صنع عمليات الصنع عمليات الصحيات كمبيوتر تجاريس العمليات الصحيات كمبيوتر تجاريس فكرة استخدام التصنيع المتكامل بالحاسب هو نظام تشغيل المصنع بالكامل من غلال الحاسب الآلي تشغيل التشغيل بيكون اوتوميشن اوتوماتيك في كل المصنع يبقى بلانت مانوفاكشورنج بلانت معناها ايه اللي هو موقع المكان او المصنع اللي بيقوم بعملية التصنيع وفيه مصنع كترابيل كامل كل اللي بيستخدم فيها ايه روبيتس اللي هو الانسان الآلي what are the benefits of يبقى هنا بنتكلم على مميزات التصنيع المتكامل optimizes data flow in company بيخلي تدفق المعلومات او انسياب البيانات تتم بشكل شبه مثالي او بسهولة يعني optimizes data flow in the company optimizes معناه بتخلى شبه مثالي يعني يبقى بتخلى البيانات تنساب او تتطفق data flow in the company simplifies sharing and translation of information sharing يعني تبادل translation معناها نقل المعلومات او ترجمة المعلومات في شكل مفهوم او ترجمة المعلومات او تتخلى شركة و مميزات رغميكة او ترجمة المعلومات او ترجمة و تتخلى شركة